السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد اليوم الدرس رقم 80 من كرس البيت سباي رح ناخد صيغة جديدة بديلة للمبني للمجهول Passive Asset Form وهي عبارة عن صيغة Zine زائد Su زائد Infinitive منشوف هلأ السلايد الأول إذن الصيغة رح نستخدمها كصيغة بديلة مؤلفة قواعدية من الفعل أو الـ Verb Zine زائد Su زائد Infinitive مصدر الفعل الأساسي هذه الصيغة البديلة للمبني للمجهول يمكن أن تستعمل كبديل عندما تحتوي الجملة على الأفعال المساعدة können أو wollen أو إذا أجو بصيغة منفية كمان الأفعال الثانية nicht können, nicht wollen, nicht müssen, nicht dürfen من حيث المعنى التعبيري طبعا نحن صرنا بنعرف شو معناتها صيغة بديلة للمبني للمجهول في من الدروس السابقة رح نشوف هلأ الأمثلة ونشوف تطبيقة إذا عندي هلأ أنا جملة التالية طبعا في حالة الـ Active يعني مبني للمعلوم Tina will das Haus nicht verkaufen Tina will das Haus nicht verkaufen جملة في حالة المبني للمعلوم هلأ ما رح أعدي أنا بالPassive هات الموضوع صرنا حكينا في كتير رح أروح مباشرة على الصيغة البديلة للمبني للمجهول باستخدام Zine زائد Su زائد Infinitive عندي الفعل المساعد wollen وكمان هوني عندي نافين nicht Tina will das Haus nicht verkaufen Tina لا تريد بيع البيت إذن جملة بسيطة في حالة المبني للمعلوم هلأ بدي أصير صيغة بديلة للمبني للمجهول باستخدام Zine زائد Su زائد Infinitive شو بعمل؟ بجيب الـ House بقول das Haus بس تعمل هلأ الفعل Zine مع الـ House das Haus es اسم حيادي الـ S بتاخد است das Haus ist nicht حطيت nicht هلأ للمنافية هوني وبعدين بدي أحطسو زائد Infinitive zu verkaufen فصارت الجملة das Haus ist nicht zu verkaufen البيت ليس للبيع تلاحظوا الفرع بين هالجملتين Tina لا تريد بيع البيت هون البيت ليس للبيع طبعاً أنا هون ما بعرف إنه مين اللي ما بده يبيع البيت هون بعرفها بقول Tina لا تريد بيع البيت إذن هي معروفة اللي ما بده يبيع البيت هون غير معروف فقط البيت ليس للبيع وهذا الاسلوب جداً جداً شهير في اللغة الألمانية هذا مثلاً البيت ليس للبيع وdas Haus es nicht zu verkaufen das Haus es nicht zu verkaufen إذا بتسمعوا هالجمله كتير باللغة الألمانية يعني مثل اللغة العربية البيت ما للبيع هالسيارة ما للبيع حتى باللغة العربية منستخدم هالسلوب كتير وبنفس الشي ونفس الطريقة باللغة الألمانية إذن الصيغة سهلة كتير الفعل زين زائد سو زائد انفينيتي في مصدر الفعل الأساسي اللي هو فكهو في اللي يبيع في هالحالة وهي بكل بساطة هي قاعدتنا لليوم كصيغة بديلة للمبني للمجهول ننتقل هلا لمثال ثاني عنا كمان هون جملة في حالة الاكتيف مبني للمعلوم دو مست دي غايزة زفوت أبزاقن دو مست دي غايزة زفوت أبزاقن دو أنت مست يجب شوف الله استعمالنا الفعل مثل دي غايزة الرحلة زفوت مباشرة فورا أبزاقن يعني يلغي يرفض يعني يلغي الرحلة إذن جملة هاي بسيطة كتير سهلة دو مست دي غايزة زفوت أبزاقن يجب عليك أن تلغي الرحلة فورا بدي أصيغ هلا صيغة بديلة للمبني للمجهول فشو بعمل بجيب الغايزة دي غايزة دستعمل هلا زين زايد سو زايد انفينيتيف دي غايزة است طبع الفعل زين مع الغايزة دي غايزة زي الضمير الشخصي زي بياخد است دي غايزة است زفوت هي من الجملة هاي فورا مباشرة أبزاقن سو زايد انفينيتيف باعتبار هون عنا فعل قابل للفصل وهي سهل كتير بنعرفها نحن فلما منحط السو منحطها بين الجزء القابل للفصل والجزر الفعل الأصلي بيناتهم وبصير عنا هون كمان الفعل في حالة المصدر مع سو أبزاقن هاي كمان الأشياء المفروض كنا أتقنناها نحن صرنا في نهاية مستوى البيت سفاي لازم نكون بنعرفها فصارت دي غايزة استفوت ابتسوزاقن ابتسوزاقن هي شو تسو زايد انفينيتيف الفعل الأساسي ابتساقن دخلة تسو عليه في حالة المصدر حطيناها بين الجزء القابل للفصل وجزر الفعل الأصلي فشو صار معنا الجملة الرحلة يجب أن تلغى فورا لكن تلغى من قبل من مين اللي بديلغيها ما عندي أنا هون الفاعل مجهول مو معروف هي صيغة بديلة كمان للمبني للمجهول ليست الصيغة الأساسية اللي منعرفها وإنما الصيغة بديلة إذن ملاحظين كتير سهلة صياغة زاين زايد سو زايد انفينيتيف ناخد كمان مثال عندي الجملة التالية في حالة الأكتيف مبني للمعلوم ها كان دين انفل نيش تفجسن ها كان دين انفل نيش تفجسن هو لا يستطيع أن نسيان الحادث في شخص صار مع حادث أليم مثلا لا سمح الله فما بيقدر عدد سنين و أيام ما بيقدر ينسى الحادث ها كان دين انفل نيش تفجسن عندي هون جملة بسيطة عندي الفعل المساعد كنن تأصيغ هلا أصيغة بديلة المبني المجهول باستخدام زايد 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 انفينيتيف باجيب الانفل طبعا الانفل هون اكوزاتيف هون صار نوميناتيف دا انفل زايد است لانو دا انفل ايه نيش تفجسن النيش طبعا من أصل الجملة لانه هي هون منفية كمان بحطها بعدين بحطة تسو وبحط الانفينيتيف من الفل فالفاب اللي هو فجسن فصارت دا انفل اس نيش تفجسن الحادث لا ينسى كمان هادا الاسلوب جدا شهير باللغة الألمانية اذا الصيغة البديلة المبنية المجهول زايد 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 سو زايد انفينيتيف هي صيغة شهيرة جدا باللغة الألمانية وكثيرة الاستعمال وخاصة في اللغة المحكية مثلا الحادث لا ينسى البيت ليس للبيع اذا هاي الصيغة حتى باللغة العربية نستعملها كتير هي بكل بساطة زايد 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 انفينيتيف وهذا وبكل بساطة كمان درسنا اليوم صيغة بديلة جديدة من صيغة المبنية المجهول بيظل عندنا صيغة وحدة غير رسمية رح اعطيكم ياها في الدرس القادم ان شاء الله بتمنى الدرس اليوم كمان يكون عجبكم ويكون الشرح سهل وواضح تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة